ما فيه شك انه زيارة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند تضمنت مجموعة كبيرة من الدلالات اللي بتؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتقدير الهند للدولة المصرية زيارة عكست المكانة والتقدير اللي بتكنه الهند المصر ولدورها في انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على كل القوى الدولية خلينا نحن مع حضراتكم فيه قراءة وافية عن هذه الزيارة التاريخية ونرحب طبعا بالأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي منورنا في صباحة كرية مصر شكرا يا فهندم صباح الخير على حضراتكم صباح الخير على كل سيدة مشاهدي أهلا بحضرتك في البداية لو هنتكلم عن حصاد هذه الزيارة لو هنبص على الخطوط العريضة هنلاقي ان هي علاقة حولت العلاقات الممتدة بين مصر والهند لشراكة استراتيجية نتكلم في اتفاقية تضمنت 38 بند نتكلم عن الهند خامس أقوى اقتصاد في العالم يعني فيه تفاصيل كتيرة جدا ما ينفعش الموضوع يعدي أو يمر مرور الكرام لو حضراتك تكلمنا عن حصاد هذه الزيارة في ضل طبعا كل هذه المعطيات يمكن بداية أن هذه الزيارة بالفعل زيارة مهمة جدا ويمكن الوصف الحقيقي لهذه الزيارة أنها زيارة تاريخية بكل المقاييس لأنها كما يعني حتى ظهر في البيان الختامي المكون من 38 بند ظهر قدر وقيمة العلاقات المصرية الهندية والانطلاق من العمق التاريخي لهذه العلاقات لبناء علاقات جديدة استراتيجية بالفعل هذه الزيارة نقلة العلاقات ما بين مصر والهند إلى مرحلة جديدة مرحلة العلاقات الاستراتيجية ومش علاقات كمان استراتيجية تقليدية أنا أعتقد أن هي علاقات بها نوع من أنواع التكامل المبني على المكسب المشترك عشان كده رأينا في البيان الختامي في الحقيقة مصار لكيفية عمل هذه الشراكة الاستراتيجية أنا أعتقد أن هذا البيان الختامي المكون من 38 بند بيضع خارطة طريق للعمل المصري الهندي المشترك خلال الفترة القادمة سواء فيما يتعلق بالسياسة الاقتصاد التعاون في مجال التكنولوجيا التعاون في مجال الدواء حتى الأمن السبراني مجال طبعا الأمن التقليدي والدفاعي كافة المجالات وجدناها حاضرة وهذا هو معنى التعاون الاستراتيجي أو العلاقات الاستراتيجية أن تشمل العلاقات الاستراتيجية كافة المجالات أو تكون العلاقات شاملة كافة المجالات هذا هو مفهوم العلاقات الاستراتيجية ما بين الدول وهذا الآن يتحقق تحقق إزاي في الحقيقة أن أيضا مصر والهند بقالهم 8 سنين بيشتغلوا بشكل جاد وفعال على إيجاد أفاق كبيرة جدا في كافة المجالات يعني من خلال عام 2015 بالتحديد بنلاقي أن في مجالات كثيرة جداً بتنفتح أمام الألاقات المصرية الهندرية ده ترجم إزاي أرقام بقى نتكلم على 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري نتكلم أيضاً على فكرة اعتدال ميزان التبادل التجاري يعني إيه؟ مش مهم الرقم المهم الميزان مهم أنا بصدر بكام مش مهم أنا كمان بستورد بكام قوي يعني آه طبعاً أنا لازم فيه تعاون تجاري ولكن أنا بصدر للهند تقريباً زي ما بستورد منه يعني نص الرقم ده اللي هو 7 مليار دولار مقسوم ما بين صدرات وواردات ده معناه أن الميزان التجاري فيه تكافؤ وفيه نوع من أنواع التوازن ده بيأكد أن الهند تتصق فيه السوق المصري وفيه المنتج المصري وديه نقطة في غاية الأهمية أيضاً الاستثمارات الهندية في مصر بنكلم طبعاً على أكتر من 50 شركة كبيرة جداً البتريكوميوات الصناعات الدوائية حتى الصناعات الغذائية الكثير من المجالات وبنكلم على 3 مليار دولار حجم هذه الاستثمارات أيضاً طبعاً رئيس وزراء الهند في المؤتمر الصحف يتحدث أن التبادل التجاري إن شاء الله سوف يرتقي 12 مليار دولار خلال الفترة القادمة إذن الاقتصاد أنا دايماً حتى دار المشاهد الكريم عشان تشوف أي علاقة أو جودة أي علاقة ما بين دولتين بص على الأرقام بص على الاقتصاد حينما تجد هذا الزخم في الأرقام وفي التعاون التجاري وفي الاستثمارات خليك على دراية تامة وعلى إدراك كامل أن هذه العلاقة علاقة قوية جداً ومتينة وده في الحقيقة أيضاً انطبع على العلاقات السياسية عشان كده حتى في البيان الختامي رأينا أن الشرق السياسي حاضر وبقوة ومبني على أسس أيضاً مش بس كمان خلال الثمانية السنوات الماضية لا ده رجع لدول عدم الاحياز ومشاركة مصر والهند في هذا التكتر الخاص بعدم الاحياز والانطلاق من هذه المبادئ المهمة جداً والمبادئ السامية والإنسانية في الحقيقة والمتعلقة أيضاً بوقت وتهدئة الصراعات في المجتمع الدولي عشان كده وجدنا أن مصر والهند حتى في هذا البان انطلق من فكرة تعزيز أطر السلام الدولي تعزيز أطر الاستقرام بالضبط ويمكن حتى فيما يتعلق بالأصلاح الخاص بمجلس الأمن مصر والهند اتفق على هذه النقطة وده هنا بقى الدفاع على فكرة حقوق الدول الجنوب عشان كده وجدنا المصطلح ده حاضر في كلمة السيد الرئيس عبدالحالي أن مصر الآن دائماً بنراها بتأخذ على عطقة فكرة الدفاع عن شعوب الدول النامية وده فرصة مهمة جداً لأن في الآخر الهند نعم هي الهند محققة تقدم كبير جداً ولكنها في الآخر تصنف من الدول النامية أو الصعيدة وبالتالي أن تتكامل دول الجنوب الآن لتحقيق مكاسب حققية لشعوب الدول النامية خاصة مع استضافة الهند لقمة مجموعة العشين اللي بالمناسبة هي أيضاً دعت الدولة المصرية لحضرها ده مهم جداً لأن بيعطي فرصة لهذه الدول الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الأعصير الدولي نحن فيه متغير دولة الآن صعب للغاية وبالتالي حينما تتكمل مصر مع الهند مع الدول الأفريقية مع الدول الأسيوية الأخرى حتى مع الدول الأمريكا التي تكون يفت الدول النامية حتى تنقذ نفسها من تبعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة وما يسفر أيضاً هذا الصراع الدولي من أزمات اقتصادية أعتقد أن هذا مهم جداً لأن القوى الكبرى أعتقد أنه منشغلة أكثر بصراعاتها بعيداً عن مصالح الدول النامية طيب عظيم أعتقد أنه الشق الاقتصادي في هذه الزيارة مهمة لغاية ومحتاجين نفرد له مساحات أكبر لأنه الهند من الاقتصادات المهمة جداً وأن صنف بأنه اقتصاد ناشئ لأنه في النهاية اقتصاد قوي من خلال متابعتك لزيارة السيد الرئيس واللقاءات اللي عقدها يمكن برضو كان فيه لقاء مع رئيس مجموعة أداني الهندية رابع أغنى رجل أعمال في العالم زي شايف أهمية هذا اللقاء وانعكاساته على الاستثمار في مصر يمكن رأيت هذا اللقاء بتحديد من تغريدة أداني بعد لقاء السيد الرئيس وحينما كتب على تويتر وتحدث عن اهتمامه بتعزيز استثماراته في مصر وعن أيضاً ترحيبه طبعاً بالسيد الرئيس وساعدته بلقاء السيد الرئيس وعن أنه بيسعى الفترة القادمة للاستثمار والجود باستثمارات أكثر في الدولة المصرية حينما تجد رجل أعمال بهذا القدر نتكلم على واحد من أساطير الأعمال في العالم يتحدث عن الاقتصاد المصري بهذه الجودة وبهذه الإرياحية وعن رغبته في الزهاب إلى السوق المصري وتعزيز استثماراته في السوق المصري ده دير سالة مهمة جداً مش بس حتى لرجال أعمال الآخرين الهندية الهنود ولكن حتى ليه كل رجال الأعمال حول العالم أيضاً حرص القادة السياسية المصرية على التقاء دوائر المال والأعمال في الهند دي طبعاً لقاءات بنجدها دائماً حاضرة على أجند السيد الرئيس في كافة الزراعة الكريين ولكن طبعاً في الهند لها وضعية خاصة لأن الهند الآن في مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر علاقات استراتيجية وبالتالي بنستغل هذه الجودة في العلاقات لمنطلق أيضاً لمرحلة جديدة في الشراكة الاقتصادية وفي دعم وجذب الاستثمارات في الداخل المصري وإحناما يتحدث السيد الرئيس القيادة السياسية المصرية مع الرجال الأعمال بشكل مباشر وأعتقد أنه بيدي إرياحية كبيرة جداً وبيسهل وبيختصر الكثير من المسافات على المستثمارة الهندية ويسأل التمئنان كمان بالضبط وبالتالي أنا أعتقد أن هذا بيكسب ثقة للسوق المصري وبيخلي الرجل الأعمال الهندي الآن يثق في السوق المصري وأن القيادة السياسية المصرية بتولي عناية استثنائية لهذه الاستثمارات وبالتالي هو سوف يأتي وهو لديه ثقة كاملة إن لديه البنية التحتية الموجودة طبعاً في الداخل المصري والبنية التشرعية وأيضاً رعاية سياسية وده مهم للغاية أن تكون هناك رعاية سياسية لهذه الاستثمارات الخارجية زي ما قلنا بيعطي ثقة كبيرة جداً للمستثمر وبتخليه يدخل السوق وهو لديه قدر كبير جداً من الثقة أعتقد أن أيضاً البنية التحتية التي حققتها مصر خلال ثمانية سنوات الماضية البنية اللوجستية القدر الكبير جداً من الموانئ التي أنشأتها الدولة المصرية المطارات الطرق غيرها من الأمور أيضاً طبعاً قناة السياسية الجديدة كلها أمور بتخلي كمان المستثمر الهندي الآن مش بس بينظر للسوق المصري على أنه سوق آه واعد ومهم طبعاً مئة مليون مستهلك وغيرها من الأمور ولكن أيضاً مصر نافذة مهمة على أفريقيا على المنطقة العربية على حتى حلقة وصل ما بين أسيا وأفريقيا أيضاً السوق الأوروبي والدخول للسوق الأوروبي وبالتالي ده مهم جداً أيضاً اللي ده عم بقى وجود مصر كنافذة لأفريقيا والمنطقة العربية ولأسيا وللشرق الأوسط بشكل عام أيضاً عنصر مهم جداً البعض ممكن ما ياخدش باله منه فكرة التوازنات السياسية للدولة المصرية إنك منفتح على الجميع لديك شركات تجارية واقتصادية وسياسية مع الجميع مصر علاقتها أكثر من رائعة مع الجانب الشرقي والجانب الغربي مع الجانب الأفريقي مع الجانب الأوروبي ده بيخلي وانت موجود في مصر بتستثمر في مصر انت بتستثمر في دولة لديها توازنات سياسية بتحيد الاقتصاد لا تضع الاقتصاد في أي معادلة لها علاقة بالصراع الدولي عشان كده المستثمر بيأتي مصر وهو آمن على استثماراته وأنا أعتقد أن دي ميزة أيضا مهمة جدا أن الدولة المصرية لديها دبلوماسية متزنة وتخلق علاقات متوازنة وجيدة وأكثر من رائعة مع كافة أقطاب دول العالم بتجعل كافة شرائكاء الاقتصادين بيثقوا في الدولة المصرية طيب أستاذ جميل رحيم نتكلم عن البيان الختامي والوثيقة اللي تتضمن 38 بند من ضمن هذه البنود هو تعميق الشراكة في الصناعات الدفاعية تحديدا شايف النقطة دي تحديدا إزاي؟ يمكن البيان الختامي به الكثير وكثير من الموضوعات يمكن وقت الحلقة لن يستطيع أن يغطي كل هذه البنود ولكنها بنود عظيمة جدا طبعا شق الدفاعي من أهم البنود ويمكن مصر دائما بتدعم كمان في هذا التعاون فكرة التوطين الخاص بالتصنيع مش بس في الدفاع في كل الأمور عشان كده هنجد في البيان الختامي فكرة التوطين حاضرة حتى في التعاون في مجال الدواء في مجال الرقمنة والتكنولوجيا في مجالات التصنيع التقليدية في الزراعة هنجد أن ما بين السطور فكرة التوطين حاضرة وبالتالي أعتقد أيضا طبعا يعني التعاون العسكري والأمني والدفاعي مهمة جدا مصر بتنوع علاقاتها في هذا المجال طوال الوقت ومنفتحة على الجميع والهند لديها خبرات مهمة جدا مصر الآن أيضا بتسعى الاستفادة منها وأعتقد أن العلاقات الجيدة ما بين الدولتين في الحقيقة بتمهد لهذا الأمر أيضا مش بس الدفاع التقليدي الدفاع المتعلق بالأمن السيبراني رأيناه حاضرا في البيانات الكتامية وهذه نقطة بلغة الأهمية لأن حتى كنا نتكلم قبل الهواء أن الهند من الدول الأولى في صناعة التكنولوجيا وفي صناعة الأبليكيشن ده كوادر وخبرات وعباقرة في جميع أنحاء العالم بالضبط المستقبل كله له علاقة الآن بكيفية الدفاع عن التكنولوجيا كيفية تحصين بنيتك التكنولوجيا زي ما نشوف في مصر لدينا الآن شبكة الطوارئ والسلامة السيد الرئيس افتتحها منذ أشهر المتعلقة طبعا بفكرة تعزيز خدمات للمواطن دي مبنية على أمور رقمية وتكنولوجية معقدة للغاية الحفاظ على هذه المنظومات يتطلب أيضا تعاون في مجالات الأمن السيبراني وتبادل الخبرات في هذا الأمر لم يعد الأمن فقط أمنا تقليديا ولكن حتى تطرق الدولة المصرية لينفتاح على التعاون في مجال الأمن السيبراني منذ عام أو عامين شوفنا منشوف يعني الكتير من الفعلات الثقافية الهندية في الداخل المصري وأيضا فكرة تحزيز صناعة السينما ورقناها حاضرة في هذا البياني الختامي ودي مهمة جدا وحتى الجانب الهندي كان نشر أو يعني وسائل الإعلامة الهندية نشر التقرير كان مهم عن كيف أن بولوود جسر ثقافي مهم جدا ما بين مصر والهند وكلنا فاكرين أفلام يعني لحد النهاردة في ناس يعني متابعين جيدين جدا للدراما الهندية بالضبط وبالتالي كل دي أمور وده اللي بيأكد لحنا كنا بنتكلم فيه فكرة أن العلاقات علاقات استراتيجية لديها الكثير والكثير من الروافض وتغطي كافة جوانب العلاقات وكافة جوانب الآفاق التي من الممكن التعاون فيها عظيم أساس جمال مما لا شك فيه أن مصر تنتهج طرق دبلوماسية خلال الفترة الماضية مختلفة عن السابق والعلانة بنتابعة ده كله فيه زيارات السيد الرئيس وفيه التواصل ما بين المسؤولين والوزراء في كل دول العالم مفتحين على كل الدول العالم إيه رأي حدودك فيما تنتهج جوء دبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية وما الذي ممكن أن تقودنا إليه كمان خلال الفترة القادمة يمكن بالتأكيد نحن أمام عمل دبلوماسي أصبح متطور للغاية وأصبح بصلته السياسية متزنة وتحافظ فقط على مصلحة الداخل المصري وتحقق فقط مصلحة الداخل المصري دون الدخول يمكن هنا افتكرت حديث السيد الرئيس عبد الفتح السيسي حينما تحدث أن الدولة المصرية لا تدخل في أي مغامرات أن الدولة المصرية لا تدخل في أي مشاكل خارجية وإقليمية هذا باقتصار هو ملخص فكرة أنك تكون لديك حياد إيجابي أنك تكون دولة محايدة ولكن الإيجابية هنا في أنك دافع وداعم لأطر السلام والاستقرار الدولي والإقليمي أنك بتدعم مصرات السلام والتسوية في كل القضايا المحيطة وداعم ورسة الدول الوطنية كمان بالضبط وأنك داعم وفاعل ومشارك في منظمات الدولية والإقليمية ولكن مشارك إيجابي وليس مشاركا بشكل يؤجج الصراع أو يدعم الصراع أنت مصر طول الوقت مشارك لإيجاد حلول أعتقد أن الدبلوماسيار الأسئية هنا برضو كلمة السر يمكن ما قام به السيد الرئيس منذ ثمانية سنوات فيما يتعلق بإيجاد هذه العلاقات وهذا التوازن في العلاقات المصرية الخارجية أمر غير مسبوك أنت بتتكلم على تواجد في القرى الأفريقية غابة لمدة ثلاثين عام بتتكلم على نشاط وعودة العلاقات مع الجنب الأوروبي بزخم يعني كلها بنشوف حتى ترويكا المتوسط مصر واليونان وقبرص بنشوف المجر بنشوف حتى دوائر جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية بعيدا عن الشراكات التقلدية مع الجنب الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني لا ده بنشوف دوائر جديدة أيضا الجنب الأسياوي شفنا زيارات غير مسبوقة للسيد الرئيس في المطاق الأسياوي طبعا على رأسها طبعا دولة الهند أنا أعتقد أن تدويج هذا العمل الرئاسي الدبلوماسي هو حضور السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي في احتفالية دولة الهند بعيد الجمهورية سيما حضرتك قلت يعني يا أساس جمهور الحياة تحرك رئاسي مكوكي في جميع الاتجاهات تحرك مدروس تحرك في منتهى يعني غير نقول منتهى الذكاء وأعتقد كمان فكرة الندية والاحترام هي أهم نقطة فيه وأهم ركيزة فيه ده غير إن إحنا بقى عندنا بنية أساسية وعندنا أساس نقدر نتحرك على أساسه ونتحرك من خلاله بشكرك طبعا جزيل الشكر أستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي نورتنا في سبع الخير يا مصر شكرا لحضراتكم جدا وساعدت جدا أنا معاكم وشكرا لكل أستاذ مشاهدي